نحن نأخذ مثال على هذا الموضوع على الدوال الستة هذا المثال موجود بالصفحة عشر المثال إذا كانت الزاوية هنا رمز للزاوية X أكبر من Pi على 2 وأصغر من Pi أكبر Pi على 2 يعني 90 بين 90 و 80 يعني في الربع الثاني يعني هذا المعلومة معناها يقول إذا كانت الزاوية في الربع الثاني وكان الساين X نسبته وقيمته 5 على 13 يعني منطيني قيمة الساين فقط والمطلوب أوجد بقية الدوال اللي هي الكوتانجنت والتانجنت والسيكيند والكوسيكيند والكوساين يعني أوجد بقية الدوال 6 طرع هنا أنا منين ما راح تبدي مشرط الأولى هذا أو هذه الأولى منين ما راح تبدي الأولى الثانية الثانية بما كان عندها قيمة ساين لازم نطلع وياها قيمة الكوساين وقلنا إحنا كلهن يعتمدين على الساين والكوساين هذا أول شي نطلع قيمة الساين والكوساين شوف لهم معلوم من المجهول الويه يعني هذا معلوم ساين اخذ الكوساين و mög你 نطلع وذلك معلوم الكوساين طلع الساين من هن نقدر نطلع التانجنت والكوتانجنت والسيكنت والكوسيكنت كل هن نطلع من الساين والكوسين إذن أول شي نبدأ بالكوسين هنا السؤال المعلوم يعني بالسؤال إنه الساين خمسة فاي على تلتعاش والزاوية تقع في الربع الثاني الربع الثاني يتفيدنا بالإشارات بعدين نبدأ بالساين الساين مادم عندي ساين أطلع الكوسين حتى تكمل معلومتين ذن المهمة ومن هنا نطلع بقية الدوار أنا عندي القاعدة نسميها القاعدة الذهبية سميناها أو العلاقة الذهبية اللي هي ساين تربيع زائد الكوسين تربيع لأي زاوية يساوي واحد فالساين التربيع عني جد هنا عندي خمسة على تلتعاش يعني جقدر حصير خمسة على تلتعاش بدون التربيع هنا عندي تربيع بالقاعدة إذن خمسة وعشرين على تلتعاش في تلتعاش مية وتسعة وستين زائد كوسين هسه مجهول عندي بعد ما أعرفه يساوي واحد إذن إذا إذا طلع الكوسين شاقول كوسين تربيع إكس راح يساوي واحد ناقص خمسة وعشرين على مية وتسعة وستين باعتبار نقلنا هذا لهذا الطرف هذا زائد ونقلنا هذا لهذا الطرف صير ناقص وهذا وشارته موجب هنا فصار واحد ناقص خمسة وعشرين على مية وتسعة وستين إذن كوسين تربيع الإكس راح يصير واحد في مية وتسعة وستين ناقص خمسة وعشرين يعني مية وتسعة وستين ناقص خمسة وعشرين ويساوي مية وأربعة وأربعين على مية وتسعة وستين يعني أتيت واحد مقامات هذا الواحد راح يصير مية وتسعة وستين على مية وتسعة وستين تطرح البسط من البسط صير مية وأربعة أربعين ننزل هذا المقام مشترك هذا قيمة ثمن قيمة الكوساين بالتربيع إذن قيمة الكوساين X بدون التربيع يعني ناخذ جذر 144 على جذر 169 هذا بدون تربيع فيناخذ الجذور 144 جذر 12 و 169 جذرها 13 نجهس على الإشارة طبعا قلنا إحنا بالسؤال يقول إذا كانت X بين Pi على 2 يعني بين التسعين والمئة والثمانين وهذا موجودة بالربع الثاني والربع الثاني يكون به الكوساين سالب إذن هزا قيمة الكوساين صارت معلومة سالب 12 على 13 نبدو نطلع بقية الدوال أول شي طبعا قلنا مو شرط من المتبدي تبدي تأخذ أي دالة تأخذها حسب المعلومات اللي عندك صار عندي الساين هسا 5 على 13 معلوم والكوساين سالب 12 على 13 معلوم إذن راح أخذ التانجنت وأقلبه يطلع الكوساين أخذ وراه السيكند اللي هو مقلوب الكوساين وأخذ بعده الكوسيكند اللي هو مقلوب الساين خلنا نبدو بالتانجنت تانجنت اكس يعني معناها الساين على الكوساين اللي هو شي ساوي الساين خمسة على 13 والكوساين سالب 12 على 13 13 غير 13 تقتصر صار 5 على 12 وهذه شاركة سالب إذن قيمة التانجنت سالب 5 على 12 نجعل كو تانجنت كو تانجنت تقدر تقول كوساين على ساين وتعيد هاي العمرية بس بمقلوبة وتقدر مباشرة تقول واحد على تانجنت اللي هو أنا عنده صار واحد على تانجنت واحد على تانجنت يعني مقلوب التانجنت يعني نفس النتيجة بس أقلبها 12 على 5 وأيضا سالب سالب يصير بالبسط بالمقام ومشكلة المهم سالب موجود للكسر فيصير سالب 12 على 5 يعني ماكو داعي أعيد العملية كلهم نجي على السكند السكند هو مقلوب الكوساين السكند مقلوب الكوساين وياخذ نفس إشارة الكوساين يعني يصير واحد على الكوساين شقد عندنا 12 حالة هو ما يحتاج واحد يعني حتى هذا ما يحتاج تسوي العملية رأسة ما دام هي مقلوب رأسة نكتب البسط ما الكوساين فهوك والمقام جوي عندك رأسة نقول 13 على 12 سالم إذا سويها هايش لازم تكتب واحد على 12 على 13 وبعدين تقلبها سالب 13 على 12 إذن قيمة السكند إذن قيمة السكند هي سالب 13 على 12 اللي هي مقلوب الكوساين قيمة الكوساين الكوسايند هي مقلوب الساين مقلوب قيمة أو نسبة الساين كيف هو نسبة الساين بالسؤال 5 على 13 ساين 5 على 13 إذا انباره 13 على 5 وموجب illar perpendicular بعض عصنا أنا عندي آن التانجيند في الربع الثاني يكون سالب الكوطانجيند في الربع الثاني يكون سالب نفس الشارع CAN السكند يأخذ أشاركه من الكوساين إذن سالب والكوساكل يأخذ האشاركه من الساين إن موجب في الربع الثاني َ طبعا ذا ناتجة قسمة تطلع لشاروية بس هذي هنا لا ما تطلع للقسمة فهي العملية من العلاقة هاي الذهبية فنحن نأخذها من حسب المربع نأخذ المربع الربع الثاني بكوسين سالم سهذا مثال عن الدوال الستة